المسيزة عبدالفتاح الجبالي انبارح والله النهاردة كتب مقال في اهرام بيكلم فيها عن ظاهرة توظيف الاموال اللي هي موضوع المستريحين والحاجات بتاعتها حافظ اسوان والمحافظات المجاورة وكلم كلام مهم جدا هاخد منه بس بيقول يعني في اسباب لهذه الظاهرة وهناك العديد من الاسباب وراءة ذلك يأتي على رأسها ارتفاع معدل الاكتناز بالمجتمع والذي ظهر جليا في الاموال التي استثمرت في شهادات قناة السويس وفي شهادات ذات العائد 18% وغيرها الكثير يعني فيه فلوس موجودة مع الناس مش في القطاع المصرفي او فلوس موجودة في القطاع المصرفي بيتم تحولها بيقول الاستاذ عبدالفتاح الجبالي يضاف الى ذلك ارتفاع تكاليف التعامل مع الجهاز المصرفي وارتفاع قيمة الرسوم والمصرفات الادارية والعملات فضلا عن عدم نجاحه في تقديم الخدمات المصرفية المطلوبة في الريف والقرى ولا الوجود بالقرب منهم وفي اماكن يسهل وصول اليها فرغم توسيع او توسع البنوك في انشاء العديد من الفروع فانها تعاني مشكلة التركز اما في القاهرة الكبرى او في بعض المحافظات الحضرية وفي مدن هذه المحافظات اما الريف فعنده مشكلة في هذا الاطار بيقول كمان كما ان الحكومة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من ايجاد كينات استثمارية مناسبة تتمكن من جذب هذه الاموال فرغم الحديث حول تشجيع المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر فانها لم تتحول بعد الى سياسات محددة رغم صدور القانون رقم 152 سنة 2020 يعني بيقول الاستاذ عبدالفتاح الجبالي في الاهرام انه علينا واجب وعالقطاع المصرف واجب لمحاولة جذب واغواء هذه الاموال الموجودة مع الناس وبيتم النصب عليهم بمعرفة بعض النصابين وهم الناس بيخضعوا لهذه العاملات الابتزازية وبيضيع عليهم مئات الملايين زي ما شفنا اشتركوا في القناة